السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معك عبد عيز حسن من موقع خدمات وبدأتكم هنالك نبضى على اخر حاجة في الليست اللي كنت عميلة اللي هي error message انا عندي اللي عندي من error message او المسجز اللي احنا بنصرر الـ users اول حاجة المسجز اللي عادة الـ validation ان مثلا الـ field required الـ field هذا نوع اولان فيه message تاني انت لان بتضطرر تظهرها مثلا لو انت عندك لوجيك معام بتتنفزه بتضطرر على كتار الـ output بتاعها الـ user فالنوع ده من الـ messages بيسميه flash messages تمام ام فيه هنا package اسمها suite alert دي من الـ packages الكثير جدا 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 في الموضوع الـ flash messages تمام ام هنصطبها نشتبه من الخلح هنجرب بس حاجة صغيرة وانتوا هتعملوا موضوع على البيان طيب اول حاجة هنروح هناخد الـ umbra that copy وحطه في terminal طيب انا عملت كده بس عشان الموضوع بياخد وقت ف عملت قبل الدرس تمام واحدة هنا حاجة هروح اخد دي كده من هنا copy وروح هنا على الـ config على app.php تمام وحط هنا في الـ service provider بتاع و الـ alias بتاعتها هاخد الـ copy برضو حط هناك في الـ كلام جميل ها في الـ كيف ستاجه طيب تمام بعدين كده هنزل تحت شوية كده هلاقي ان هو هنا بيقول لك حط include ده في الـ app بتاعك فهتعال ناخده هنروح لي الـ resources الموضوع الـ visu الـ هكذا هتخلص تحت كل حاجة هحط الـ الاخ ده. اللي هو بيقولك هتلي من البكش سويت هتلي الاليرت دي. تمام. سوضعني بقولك نحط السويت الاليرت من جي اس. طب تعال نحضر عليه. سي دي ان. جي اس. نحضر عليه في سي دي ان. هاو. هتلي السويت اليرت. كوبي. سكريب تاج. بتاع نحط التاج هنا. قبل قبل الانكلوب بتاعي. زي ما هو حطونا في الدكومنتيشن بتاعته. هاو. حط ده قبل الاخ ده. طيب تمام. اه. تعال نطلب قفو شوية نشوف نستخدمها ازاي. هو بيقولك هنا كله عليك تتعمل اليرت. مسج كزا. اه ده التايتل. لا هنا التايتل. اوبيشنال التايتل وهنا المسج. طيب. وبتكتفه. هاو ممكن فيه لها. تستخدم بالشكل. طيب تعالوا هنا لما روح للآآ لما الراجل يعمل كونتاكت اس. طبعا? هنا اه في في الاتشت بي. في الهوم كونترولر. في الهوم كونترولر. لما الراجل اللي مسلا تعال قوله هنا يعمل كونتاكت اس. constitution بالطبع ثانا هنا alert success ثانا هنا we how your message have been saved سوف نسمعك في 24 ساعة و هكذا نقول له هنا التائل بتاعها ضعنا او ساكسز ايا كان بقى هتعمليه تمام? طيب تعالوا نشوف كده هنعمليه نغطي المسمع يجب ان اضعنا نفس الشاشة نغطي المساعدة نذهب هنا على هوم تعالوا نفعله الفورم وايذاته نقول له send ادي فعلا ادي الرسالة بتاعتنا ادي السميات على حysł قيمة بمكن اضعه في حاجات كتير عشق على الحال هنا مثلا اویت بتعمل منسا هنا يعني لما تدس add comment نفس الكلام ممكن بقيت اخذك عندك كدا copy ننبفي copy فين ال store comments هذه ال store comment هنا your comment has been edit مثلا طعم ممكن وانت نفس الكلام بت edit ال comment بتاعك تعني ازتحت فين ال update comments ده store message ده comment store ده انا ايجي هنا نقول له هنا your comment has been updated ممكن برضو نزيله error لو هو هنا بيحاول يطيف يعدل على comment مش موجود اصلا we didn't found this comment مثلا we didn't didn't found this comment طعم بس ده هتبع error مش success بالشكلة طعم ممكن نعمل في اي تاني اعتقد كدا مفيش حاجة تاني ال user بانتراكت معها لا نلاق فيه ال update profile طبعا هنا وهنا your profile has been updated profile has been updated بس كده كده ما هتخدش فيه اي مكان تاني نقدر نحط فيه اي نوع من انواع المسجينج عندنا طبعا ده كان بالنسبة لي موضوع ازاي نظهر المسجينج بساعتنا طبعا ممكن نحط بقى info يعني هنا اللي بسيطة على المسجينج بسيطة اتجد طبعا هنا في هنا info وفي وفي basic في كزا نوع من انواع المسجينج يعني تعمل تحط اي نوع من انواع المسجينج دي طيب ممكن على فكرة تشغل ده برضو في ال dashboard يعني ممكن انت بعد ما تضيف مثلا هنا لو دخلنا هنا على control panel بعد ما اضيف الفيديو مثلا هنا ارجع اقول له your video has been added مثلا تعمل لما تيجي تعدي لفيديو نفس الكلام لما تيجي مثلا edit comment كل الاكشنزيم محتاجين لها الرسائل ممكن تحطها نفس القصة او تسيبها زي ما هي طيب ده كان بالنسبة لي المجموعة النوتس اللي انا عملتها تعمل كلنا فيها على البوبليش فيديو زي نشتغني من السكوب والمتاكز والسيدين والاسمبتو والإيررون ما في اي حاجة ان شاء الله عايزين نعمل اشتغني من اشتغني من اشتغني من اشتغني من